من أبل السقي جنوب لبنان معنا مراسل العربي محمد الشبارو محمد أهلا بك أي معلومات متوافرة حول هذا الاستهداف؟ أحمد لازمنا في انتظار تبيان هوية الشخصية المستهدفة وإن كانت محسوبة على حزب الله أو حركة حماس ننتظر في الساعات المقبلة أي بيان رسمي لتحديد اسم الشخصية التي تم استهدافها بمسيرة إسرائيلية في منطقة الزهراني بين مدينتي صور وصيدة هذه المنطقة أكثر من مرة استهدفت أو استهدفت شخصيات فيها عسكرية فيها عبر المسيرات الإسرائيلية عموما هذا المشهد برمته مرتبط أحمد بما يسمى معركة المسيرات بين حزب الله وإسرائيل منذ اليوم الأول لهذه المعارك في الثامن من أكتوبر وفي خطابه الأول تحدث الأمين العام لحزب الله يومها عن التوازنات العسكرية عن عدد شهداء حزب الله المرتفع في تلك الفترة تحدث بالتحديد عن المسيرات الإسرائيلية على دخولها كسلاح جديد لأول مرة في حرب تموز السابقة لم تكن المسيرات الإسرائيلية تنفذ اختيالات وبالتالي هذا مرتبط برمته بالمشهد معركة المسيرات بين الجانبين نذكر هنا بأن حزب الله كان استهدف منذ يومين أو أسقط طائرة مسيرة من نوع هيرمز 450 الرد الإسرائيلي استمر حتى ليلة أمس على استهداف هذه المسيرة استهدفت الطيران الحربي الإسرائيلي مرتفعات الجبور جبل أبو رشيد بالتحديد يوم أمس أو ليل أمس بعد منتصف الليل بثلاث غارات إضافة إلى استهداف بلدة يارون مرتفعة الجبور تتهم إسرائيل حزب الله بأنه يقيم فيها معسكرات وأنها مخصصة للطائرات المسيرة وكان في السابق قال بأنها تضم أيضا مدرج لحزب الله كما يزعم في المقابل يوم أمس كنا شاهدنا سلسلة من التطورات لعل أبرزها كان الغارات الإسرائيلية المتتالية على بلدات العديسة رب ثلاثين وصولا إلى بلدة صريفة وهو الأمر الذي رد عليها حزب الله يوم أمس أيضا بتصعيد وبقصف لقاعدة عين زتيم في صفض وهو ما استجر إنجاز التعبير التطورات في الساعات المقبلة وصولا حتى استهداف المسيرة الإسرائيلية للسيارة في بلدة عدلون عموما تتجه الأنظار أيضا إلى الشق السياسي وتطورات هذه الجبهة عطفا على ما يحصل في قطاع غزة هناك قناعة في لبنان سياسيا وشعبيا بأن هناك تلازم بين الجبهتين كما صارت التهديئة في السابق التي أبرمت في قطاع غزة على ساحة جنوب لبنان هناك قلق واضح من أن تنعكس التطورات العسكرية المتتالية في قطاع غزة على هذه الجبهة خصوصا أن المساعي الدبلوماسية الغربية الشبه متوقفة كليا على الرغم من زيارة الرئيس الحكومة اللبناني مؤخرا إلى العاصمة الفرنسية باريس ولقاءه منويل ماكرون كان هناك معلومات بأن أموسوكشتاين البوفد الأمريكي سيصل إلى بيروت ولكن تبين أن هذه الزيارة لم تكن تحمل أي تصور أو أي طرح بل زيارة عادية وبالتالي تم إلغاءها بحسب مصادر العربي في الساعات الأخيرة أحمد نعم محمد صحافة اللبنانية تحدثت عن هذه النقطة وقالت بأن هذه الزيارة مصحوبة بالغارات والصواريخ كما وصفتها شكرا جزيلا من إبل السقيب في جنوب لبنان مرأس العربي محمد شبارو